أسعد الله وأوقاتكم متابعين الكرام أسأل الله أن تكونوا بخير أنتم وأحبابكم ومن حولكم طبعا اليوم توقعتنا اليوم السب 18 أيلول القمر اليوم موجود في الدلو في ساعات المساء رح ينتقل ويصير في الحوت اليوم في عنا خلو مسار عشان هيك شوي رح نركز على بعض النقاط في شرح الأبراج طبعا القمر اليوم موجود في منزلة أو الآن هو موجود في منزلة سعد الأخبية وهي للحماية والضرر والضفر والعقد ورح يمكث فيها حتى تمام الساعة 5 وأربع دقائق صباحا بتوقيت جرينتش يعني بتوقيت الأردن 8 وأربع دقائق من صباح يوم السب لا ينتقل بعد القمر لمنزلة المقدم وهي للخير والثبات والسلامة والمحبة طبعا القمر الآن موجود في برج الدلو وبما أنه موجود في برج الدلو معناته جميع الأبراج بتأخذ من صفات برج الدلو أو بتأثر عليهم صفات برج الدلو فبنشعر أنه إحنا بالفترة هاي بحاجة ماسي للتغيير الروتين هو عدو هاي الوضعية منكون ودودين أكثر ومننشط اجتماعيا بنرغب في الانضمام لنادي أو مجموعة من الرفاق وتجربة أسلوب جديد في حياتنا بيتصرف الناس من حولنا عادة بشكل منطقي أكثر من النعاطفي بوسعنا تعزيز صداقة جديدة وإدخال تغيير على مظهرنا الشخصي كقصة الشعر مثلا أو لباس جديد أو شراء أجهزة إلكترونية أو تجربة طعام جديد بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا اليوم عندنا زاويتين والزاويتين إيجابيات الزاوية الأولى هي زاوية تثليث إيجابية وهي رح تكون بين القمر وبين عطارد وهاي رح تكون في تمام ساعة خمسة وستة وثلاثين دقيقة صباحا يعني بتوقيت الأردن الساعة ثمانية وستة وثلاثين دقيقة صباحا نشعر بقوة الفكر والقدرة على الإدراك الجيد للأمور بالإضافة إلى إنشاط الذاكرة وسرعة البديهة طبعا تأثير الزوايا على جميع الأبراج وطيلة النهار أما بالنسبة للزاوية التي تليها فهي زاوية اقتران إيجابية رح تصير بين القمر وبين المشتري وهاي رح تكون في تمام الساعة التسعة واربعتاشر دقيقة صباحا يعني الساعة اتناعش واربعتاشر دقيقة ظهرا بتوقيت الأردن نهتم بشكل كبير بمشاكل ومتاعب الآخرين من حولنا كأنها مشاكلنا إحنا ومنحاول أن نساعدهم قدر الإمكان يعني زي عمل إنساني وبتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبتساعدنا في تعزيز الروابط العائلية بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار يعني خلو المسار للقمر اللي هو الخلو السلبي للمسار بيبدأ الساعة تسعة واربعتاشر دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش يعني اتناعش واربعتاشر دقيقة ظهرا بتوقيت الأردن ورح يستمر هذا الخلو لغاية ساعات المساء يعني لساعة ثمانية وواحد وعشرين دقيقة مساءا بتوقيت جرينيتش يعني بمعنى آخر بتوقيت الأردن الساعة حداعش يعني ثمانية آه الساعة حداعش وواحد وعشرين دقيقة مساءا هذا بيعني انه الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل الخلو المسار وطبعا تأثير السلبي على جميع الأبرج الساعة ثمانية وواحد وعشرين دقيقة مساءا بتوقيت جرينيتش يعني 11 وواحد وعشرين دقيقة بتوقيت الأردن القمر رح ينتقل ويصير في برج الحوت عشان هيك من ساعات المساء تقريبا بتبلش تتغير نفسيتنا لأنه تأثيرات الحوت هي اللي بتبلش تتأثر على الأبراج بتلعب الناحية الروحية دور بارز في هاي الفترة منشعر شوي بالضياع ما مننجح بالتركيز على موضوع معين منتذمر ومنكشف عن متاعبنا للغير ممكن نجد صعوبة في اتخاذ قرارات حاسمة قسم كبير من الفاشلين في غرامهم بينزووا جانبا وبيضرفوا الدمع بعيد عن أعين الآخرين قسم كبير أيضا من الموظفين بيتغيبوا عن عملهم نتيجة المرض أو الشعور بعدم الارتياح النفسي في هاي الفترة منقع في حبائل الغرام بشكل مفاجئ بوسعن التأمل والصلاة والنجاح في عمل فني كالشعر والرسم وعيادة المرضى وشراء الزهور واقتناء آل التصوير بما أن القمر رح يكون موجود بالحوت ورح ينتقل فمعناته خلو المسار القادم رح يكون يوم الاثنين عشرين تسعة بيبدأ في تمام الساعة احداش واربع وخمسين دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش يعني بتوقيت الاردن الساعة نقدر نقول ثلاثة إلا خمسة فجرا وبيستمر طبعا حتى اليوم التالي وهو ليوم الثلاثاء حتى تمام الساعة ثلاثة واثنعشر دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش يعني ساعة ستة واثنعشر دقيقة صباحا لا ينتقل القمر لبرج الحمل بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار المكتمل اتنعشر يوم في تمام الساعة ثنتين وستة وثلاثين دقيقة بعد الظهر بيصير ثلاثة عشر يوم نسبة الإضاءة بتصير تسعين في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في العذرة حتى يوم اثنين وعشرين تسعة منتحسة بنسبة خمسين في المية القمر في الدلو بده ينتقل للحود زي ما حكينا ورح يمكد فيه لغاية يوم واحد وعشرين تسعة هو سعيد بنسبة ثمانين في المية اليوم عطارد في الميزان حتى يوم سبعة وعشرين تسعة سعيد بنسبة خمسة واربعين في المية الزهرة في العقرب حتى يوم سبعة عشر منتحس بنسبة اربعين في المية المريخ في الميزان حتى يوم ثلاثين عشر سعيد بنسبة خمسة واربعين في المية المشتري في الدلو بيتراجع حتى يوم 18-10 منتحس بنسبة 10% زحل في الدلو بيتراجع حتى يوم 11-10 منتحس بنسبة 40% أورانوس في الثاور بيتراجع حتى يوم 18-1 منتحس بنسبة 10% نبتون في الحوت بيتراجع حتى يوم 1-12 منتحس بنسبة 10% بلوتوف الجدي بيتراجع حتى يوم ستة عشرة منتحس بنسبة عشرة في المية وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل طبعا قبل ما نبدأ بدي أنصح نصيحة موليد برج الحمل إنه كل الأعمال الضرورية والمهمة بتكون تحاولوا تنهوها من الآن لغاية تقريبا نحكي ساعات العصر لأنه الأجواء رح تكون ضاغطة ما بعد العصر لأنه في خلو مسار وفي نفس اللحظة القمر رح يصير يقترب منكم أكثر فالأجواء ما رح تكون مناسبة الآن أنتوا عندكم طاقة كبيرة ممكن تنشطوا فيها اجتماعيا وتلتقوا الأصدقاء وممكن بعضكم يتلقى دعوة لحضور حفل أو مناسبة سعيدة حاول أنك تطلب المساعدة وما تتردد برضو بدورك بتقديم المساعدة اليوم ممكن يكون فيه نوع التحالف ما بينك وبين بعض الزملاء أو الأصدقاء أو الجيران أهم شيء أنك ما تبقى وحيد حاول أنك تخرج للقاء الناس وفي نفس اللحظة حاول تنجز كل الأعمال الضرورية والمهمة الأجواء إيجابية دعملة إلك على كل الأمور التي ذكرناها فعشان هيك حاول أنك ما تتكاسل اليوم برج الثور طبعاً الآن بيتركز اهتمامكم حول المحافظة على مصالحكم في مجال العمل وهذا يوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أو بحاولوا يقدموا طلبات للتوظيف حاول أنك اليوم الأشخاص اللي بيعملوا أنهم يقدموا أفضل ما عندهم من طاقة ومن إنجازات في عملهم لأنه ممكنهم ببساطة يحققوا إنجاز أو يصير فيه نوع من أنواع التقدم المفاجئ بالنسبة لألهم أو ترقية أو تغييرات مهمة بالنسبة لألهم صحيح أنه ممكن تظهر بعض المتاعب وبتتركز المتاعب هاي على المشاكل العائلية أو الشخصية المطلوب منك أنك شوي تكون قدر المسؤولية ما تهمل هاي الأمور وأنه تعتبرها مش مهمة بالنسبة لألك لأنه في النهاية هذا بيت السمعة الفترة صعبة لغاية ساعات المساء من ساعات المساء الأجواء رح تتغير إيجابيا رح تنشط ممكن يكون عندك بعض النشاط اللي إلو علاقة بالعلاقات الإجتماعية أو صدقات أو دعوة معينة حاول إنك أنت تستغلها برج الجوزة طبعا لما زالت الأجواء جيدة بما أنه القمر موجود في البيت التاسع اليوم رح تنشطوا أكثر من يوم أمس في أمور العلاقة بالسفر أو الاتصالات البعيدة أو الدراسة الجامعية أو ممكن تشاركوا في حملة أو ورشة عمل وبتشتد رغبتكم في التقرب من أحباكم وتعزيز العلاقة معهم اليوم ممكن تلتقي بوجوه أو آراء أو ثقافات مختلفة وعند قدرة اليوم على النقاش وخوض غمار أي مسألة مهما كانت وخصوصا بالنقاشات بالأمور الفلسفية والدينية والأمور اللي مثل هيك أجواء لطيفة بتحيط بحياتك بشكل جميل جدا اليوم ممكن أنك تسوق لشيء معين ممكن يجيك خبر من بعيد أو تلتقي بأشخاص أجانب من خارج البلاد أو اتصالات معهم بتعززوا العلاقة اليوم الاجتماعية والعائلية بشكل جيد الفترة مثمرة على جميع الأصعدة ولكن هذا لغاية ساعات المساء من ساعات المساء الأجواء بتتغير لأن القمر رح ينتقل لبيت السمعة فبدك تحذر ما في داعي لمخالفة القوانين ولا للمجازفة ولا للمغامرة الجو بكون ضاغط ولكن إذا كنت متهيئ مظبوط ومستعد الأمور بتمشي بشكل سليم برج السرطان ما زال القمر موجود في البيت الثامن عشان هيك التركيز اليوم رح يكون أكثر ومثمر أكثر من يوم أمس في الأمور المالية المشتركة اليوم بإمكانكم أنكم تنظموا أموركم المالية بشكل جيد من جهة اليوم في فرصة لمكسب مالي بيجي من شراكة أو من تعويض أو من أمور إلك أنت كان صعب أنك تحصلها بالفترة الماضية ممكن الديون كانت مع دوميك أو غاسل إيدك منها اليوم ممكن تسترد هاي الديون أو يجيك بعض الدعم ولكن من جهة أخرى بدك تحذر من أي شراكة مالية يعني بمعنى مش تحذر أنك تمتنع لا تحذر يعني أي عقد أو ورق أو معاملات بدك تركز فيها بشكل جيد تدرسها تحاول تستشير أهل الإختصاص لأنه برضو سهل أنه ينتصب عليك بالفترة هاي ما بناسبك إطالة الخلاف والزعل مع الأحبة أو مع المعارف بدك تسارع لتقريب وجهات النظر باستطاعتك اليوم إدارة المفاوضات بشكل جيد ولا بق ممكن تناقش موضوع بيتعلق بإرث أو موضوع مالي في ساعات المساء بصير فيه اهتمام في مساء لها علاقة بالسفر أو اتصالات بعيدة مع أشخاص خارج البلاد الأجواء بتدعمك وبتصير مناسبة لإلك بشكل كبير برج الأسد طبعا ما زال القمر موجود مقابلكم تماما فعشان هيك اليوم برضو ممكن إنه هيك بس رغبتكم تتركز على تدعيم شراكاتكم وعلاقاتكم ما بينكم بين الأزواج أو ما بينكم بين شركائكم في العمل هذا يوم مناسب للقيام بعمل بتطلب تعاون من طرف ثاني ولكن حاول إنك يعني ما تنفع لليوم وحاول إنك تعمل إضاءة على الإيجابيات فقط يعني ابعد عن السلبيات والأجواء السلبية والطاقة السلبية والناس اللي ممكن تشحنك بالطاقة السلبية حاول إنك تغير الجو اللي تشحن حالك بطاقة كاملة لأنه اليوم بصراحة ما بينفعك لا التوتر والجدال بدك تعالج كل التطورات بموضوعية وعصاب بردة حاول إنك ما تتسرع باتخاذ القرارات مهما كانت الظروف بتجبرك على هذا الأمر يعني بمعنى آخر بدك تكون مرن وحذر في نفس اللحظة في ساعات المساء الأجواء بتتغير بشكل إيجابي ممكن تصير فيه نوع من أنواع تركيز على الأمور المالية أو ترتيب وضع مالي معين وفيه منكم ممكن يحصل بعض الديون أو بعض الدعم برج العذرة طبعا القمر اليوم استقر في البيت السادس بشكل كامل اليوم فيه إيجابي أفضل من يوم أمس اليوم ممكن يبدأ العمل بتراكم تدريجيا حاولوا أنكم تنجزوا فقط ما بوسعكم من عمل دون المبالغة في إنجاز أعمالكم أو تمسك أعمال كثير مع بعض بدكوا تنتبهوا لغذائكم وراحتكم بشكل كامل حاول أنك ما تسمح للواجبات بالتزامن ولا بالتراكم يعني بمعنى آخر ما تمسكش أكثر من عمل مع بعض وفي نفس اللحظة ما تكونش فوضوي اليوم بدك ترتب وقتك بشكل جيد كون أكثر تنظيما وأحسن إدارة الوقت اتجنب إثارة العدوات وإهمال وضعك الصحي الأهم الوضع الصحي بدك تركز عليه بشكل جيد صحيح أنه ما فيه أي خوف ولكن بدك تحذر من بعض الإصابات خذ قصد كافي من الراحة وإهدأ وكون عند حسن الظن لأنه في ساعة المساء القمر رح يتحرك ويصير مقابلك تماما فعشان هيك طاقتك بتبلش تضع في شوي شوي من ساعات المغرب حاول قدر الإمكان أنك تختلط بناس يشحنوك بطاقة إيجابية أو تعمل شيء يعزز هاي الطاقة عندك من فرح من انبساط من وضع اجتماعي معين عشان تمر الفترة بسلامه ويبعد عن المشاكل نهائيا برج الميزان بتشتد رغبتكم اليوم في التقرب من أحباكم الأجواء إيجابية وداعمة بقوة اليوم ما فيه تنبيهات كثيرة مثل اليوم أمس اليوم الأجواء جيدة القمر سعيد بنسبة عالي جدا اليوم بإمكانكم قضاء وقت ممتع مع أحباكم بشكل جيد إمكان أبنائكم والدين اتصالات ترفيه خروجه هاي فترة مثمرة وإيجابية على كثير من الأشياء اللي بتتوقعها واللي ما بتتوقعها اليوم رح تستعيد إشراقتك وتسعر الكثيرين بحضورك الباهر وينما كنت الجو مناسب بالنسبة لعلك لتلبية الدعوات وباستطاعتك المبادرة بأي شيء ملائمة عندك للمغازلة يعني بتقدر تغازل أو بتقدر يتغازل اليوم صاحبي تحبي أو تحب عفوا يعني الأجواء جيدة وبرضو جيدة للأشخاص اللي حابين يكرروا المحاولات اليوم في أشياء ما كانت ضبطة معهم في الأيام الماضية بإمكانهم إنهم يستغلوها خصوصا من الآن لغاية ساعات العصر بعد ساعات العصر بتقديروا بالكو لأنه طاقتكو بتنزل شوي فبتحس إنه الأعمال بلشت تتراكم حاول ما تهمل عملك وما تهمل صحتك برج العقرب ما زالت الأمور البيتية والعائلية هي اللي بتأخذ القصة الأكبر من تفكيركم في إشي شاغلكم ومشغل بالكم إلو علاقة بالبيت والعائلة اليوم ممكن تجدوا تعاون من أفراد العائلة أو مساعدة أحد أفراد العائلة ممكن تضطر للإهتمام بتصليحات منزلية أو غيرها أو ترتيبات أهم إشي إنك ما تفقد الاتزان وثقة الأحبة ممكن تقلق بشأن صحة أحد أفراد العائلة أو ربما مسألة شخصية برضو اليوم بيحمل بعض المصاريف اللي ممكن تكون إضافية طبعا الأجواء الضغطة هاي رح تظلها شوي موجودة يعني حاول قدر الإمكان أنك أنت اللي تكون مرن وتبعد عن المشاحنات والجدالات تكسب الإهتمام العائلي بشكل جيد عشان ممكن تحصل دعم من هذا الموضوع في ساعات ما بعد العصر الأجواء رح تتغير بشكل إيجابي لصالحك لأنه القمر رح ينتقل للبيت الخامس فعشان هيك الأجواء بتصير عاطفية ومرحة أكثر وتنشحن بطاقة إيجابية عالية جدا فأي موضوع مهم عندك حاول أنك تأجله لساعات المساء ولكن دون اتخاذ القرارات يعني لأي شيء بده اتخاذ قرارات ابعد عن ساعات المساء لأنه في ساعات المساء في خلو مصر برج القوس طبعا القمر ما زال موجود في البيت الثالث من الآن لغاية ساعات المساء فبتكثر عندكم الاتصالات والتنقلات منكم أشخاص ممكن يخرجوا في نزهة أو عمل يكون عندهم في أكثر من مكان يتنقلوا بيكون لكم نوع من أنواع التعامل الجيد مع أخ أو جار ممكن يعني يكون في دعم من أحد الإخوة لا إلك أو يعني نوع من أنواع هيك لقاء الجير مع بعض اليوم بتتمتعوا بسرعة بديهة وخاطر عالية جدا وقدرة على الإقناع رهيبة باستطاعتكم اليوم مناقشة الأمور الصعبة وطرح أفكار جديدة ممكن اليوم تسوق لعمل معين أو لشيء أو لسلعة أو حتى تناقشه الجادل اللي عنده مقابلة أو عنده اليوم بده يروج لشيء معين اليوم هذا مجالكم أو هذا وقتكم ممكن يتحصل على الفرصة اللي أنت بدك إياها وبرضو الفترة هاي جيدة لفرصة جيدة لتفسير مشاعرك وتبرير مواقفك والدفاع عن وضعك أو أنك تقنع أشخاص بوجهة نظرك وبتنشطه بالتنقلات والاتصالات ولكن كل ما اقتربنا لساعات المساء من لذي أن الأمور البيتية هي اللي صارت تطغى أو العائلية والاهتمامات العائلية والبيتية المشاكل الخلافات الأعمال المسؤولية حاول أنك ما تتهرب من مسؤولياتك برج الجديد ما زالت الأجواء جيدة لفرصة بتيجي أو إلها علاقة بالمكاسب المالية صحيح أنه هاي المكاسب أغلبها بتيجي من عمل إضافي إلا أنه في منكم أشخاص اليوم ممكن يستفيدوا ماليا من دعم أو هدية أو استرداد أموال لإلهم ولكن بدك تحذروا من أي خطوة مالية جديدة لا سيما شراع حاجيات ثمينة بمعنى آخر مش أنك ما تروحش تشتري لا روح اشتري ولكن في نفس اللحظة بدك تدقق بكل شيء الكفالة الوكالة القطعة تتفقدها بشكل جيد عشان يعني تكون الأمور بالسليم ممكن اليوم تعالج استحقاق مالي أهم إيش أنك ما تتسرع بتوظيف الأموال بدك تحاول تدقق بالتفاصيل بشكل جيد عشان تطمئن خواطرك نوعا ما وممكن اليوم تتحسن معنوياتك بشكل أكبر في ساعات العصر تقريبا أو ما بعد العصر بشوي هيك للمساء رح تجد أنه عندك طاقة كبيرة اليوم للتنقل للاتصالات للحوارات رح يكون فيه عندك قدرة على الإقناع عالي جدا لأنه القمر رح ينتقل للبيت الثالث عشان هيك كل الأجواء اليوم هي إيجابية ولصالحك ممكن تحقق من خلالها كثير من الأمور برج الدلو طبعا اليوم الطاقة أعلى والقدرة أعلى اليوم على النشاط والحركة والتغيير اليوم رح تبدأوا فترة أفضل من سابقتها اليوم رح ينعادلكم أو يرجعلكم نشاطكم اللي كنتوا فاقدينه في الأيام الماضية يوم أمس كان شوي ضاغط عليكم لأنه الأجواء زي ما حكينا أنه القمر كان منتحس اليوم سعيد بدرجة كبيرة فبوسعكم اليوم المبادرة بخطوة جديدة بالدعم من مركزكم الاجتماعي والعلاقات الاجتماعية اليوم بحمل لكم انفراج وتقدم ملموس خصوصا بعد الأيام اللي رقدت فيها الأمور اليوم رح تتحلى بالحكمة والواقعية وتقدر ترتب أمورك بشكل جيد وعقلاني وبرضو تتخذ القرارات المناسبة بتشتد عزيمتك وبترتفع المعنويات عندك وبتستعيد سيطرتك ممكن اليوم تحقق نجاح جيد في ساعات المساء النسبة النجاح هي بتعلق أكثر وخصوصا على الأمور المالية فممكن تنفرج بعض المسائل المالية لإلك أو تهتم أنت ببعض المسائل المالية أو تحل مسألة معينة تحصل من خلالها أموال كنت فاقدها أو كنت يعني مش متأمن لأنها ترجع لك برج الحوت بالنسبة لبرج الحوت طبعا القمر ما زال موجود في بيت المتاعب عشان هيك رح يسيطر عليكم التعب لليوم الثاني على التوالي حاولوا تنظيم أموركم والمحافظة على صبركم المعهود وخصوصا أثناء تصريف أموركم والتعامل مع الغير ممكن تتذمر من تأخير أو سوء تفاهم أو التباس حاذروا من البدء بأي شيء جديد وما تسمح للقلق أنه يسيطر عليك ويمنع لك من العمل والنشاط طبعا لما نقول حاذر من البدء بأي شيء جديد مش معنى هذا أنك ما تعملش إشيء لو كان فيه اضطرارة أنك تعمل أشياء أو كان ملزم أنه اليوم مثلا بدك توقع عقد أو بدك تجري صفقة معينة حاول أنك تدقق بتفاصيلها حاول أنك تستشير أهل الإختصاص فيها أو حاول أنك شوي ما تتسرع عساس أنه الأمور تكون لصالحك أكثر اليوم ممكن شوي تحس طاقتك ضعيفة ولكن مع ساعات القمر واقتراب القمر لإلك راح تشعر أنه شوي من ساعات العصر بلشت الأجواء تتغير بشكل إيجابي وبلشت الطاقة تجيك بلشت الأمور تنفرج فعشان هيك حاول أنك تنظم أمورك واتضاعف مجهوداتك اليوم عشان تحقق إنجازات وخصوصا من الآن لغاية ساعات المساء من ساعات المساء الأجواء أكيد راح تصير لصالحك طبعا قبل ما نختم حابب أني أشكر طبعا هذا الآن راح نصير ننزل في آخر الحلقة أسماء الأشخاص المنتسبين للقناة فكل الشكر لأنه دول المنتسبين هم داعمين بمعنى آخر وشكرا لإلهم فرح تصير تظهر أسماءهم في نهاية كل حلقة هيك منكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء